الخطاب العاطفي موجود قديم اليوم الخطاب المصالح بين الدول هو الطاغي على الموضوع لكن هذا الخطاب أو هذا العلاقة العربية تحتاج إلى نقاط قوة ترتكز عليها حتى تُعيد البناء حضرتك إلى هذا الخليط لاجب أن نسمي كل الظاهرة أو نعرف كل الظاهرة ونتعامل معها على ضوء الظاهرة نفسها مش آراءنا فيها أنا مش بضع الأيدالوجيات دلوقتي أنا بقول نفهم وقعنا وندافع عن علاقتنا ببعض جوانبها متشعبة حضرتك تفضلت وقلت فيها جانب العاطفي ده موجود وكأنه شيء يعني جيفن أو مضمون هو متغير أيضا هو متغير طب إحنا نعمل إيه أول حاجة لا نسمح أبدا بأن المتغير ده يقطع في الأسس يعني هل ننكر أن إحنا المصريين بيتجوزوا كل العرب ما عندهمش أي مشكلة وكل العرب بيتجوزوا من بعض ما عندهمش أي مشكلة هل ننكر ده مش دي حقائق قدامنا اليوم شو دور الفن الدراما السينما المسرح في إخراج الشاب العربي من هاي القوقعة وهاي المحاولات نحو تطرف الفكرة حال إحنا عندنا شوية مجهودات إحنا نعملها وشوية مجهودات نوصي بها الدول اللي إحنا بنعيش في كنفة تمام وعشان أتفهم بس صح يعني مثلا في التاريخ مش أنت لما الصليبيين جم في المنطقة العربية برغم كل هذه البروباجندا اللي في وقتها كانت يعني ولا ولا بقى سين ان ولا لا ده فوكس لا ده حاجة يعني أخوة أه طيب عند الرجل دخله بيقول الصليب بس وقتها طيب إيه موقف المسيحين الشرقين وقتها هل خانوا ولا وقفوا مع بلدهم وقفوا مع بلدهم طيب لما هم وقفوا مع بلدهم إزاي نسمح للأرض الواحد ييجي بعد كل هذا الكراس ويشكك فيهم خداقة زي مشكلة المشكلة السنية والشعاية ما احترامي للجميع دي مسألة يعني مذهبية إنما لابد تتحول إلى الأرض وتتكلم في حاجة بره التاريخ إنك تتكلم في ده وعلى أساسه تقسم الدول يجب إن إحنا نبص على إننا نحترم على قائد البعض لأنه في النهاية إحنا مش بقين عن بقى إحنا عاملين متغر لأربع دول بتحاول تقف بشبابها وبتمنى إن دول عربية أكثر تنضم للبرنامج ده تنضم البيت الكل يعني إذا كان مصر بيت الكل فهي بيت الكل وليه الكل لو إحنا بنتكلم على برنامج النهاردة هذه نواة مع شباب مع أحلام بكرة أحمد قال إنه زمان كان فيه خطاب عريض كبير النهاردة إحنا بنتكلم على الواقع يعني الأربع مزعين دول وفنان كبير زي حضرتك أملنا مش إن إحنا نكون أبواق كلام ولا إن إحنا يا وطن يا وطن لا إحنا عاوزين نحط إيدينا في إيدينا بعض ونقول كلام حقيقي على الأرض ونوصل لشبابنا كلام حقيقي ترد ولا نسمع مزيكة وتفكر أرد سريعاً مرد قصير على قد ما فهمت دلوقتي ونكمل لأن الموضوع طبعاً حديث زوجون وشؤون كتير لو حبيت أن أبسط قوي للشباب أقولوا تعالى لازم نرجع للتاريخ دائماً لأنه من لا تاريخ له لا مستقبل له وعشان نبقى فهمين كده هل أعداءنا وأصدقائنا وحلفائنا من العالم كله بيقولوا لولادهم ما تدرسوش تاريخنا؟ ولا بيتجرعوا لولاد التاريخ ده أنت بريطاني أنت أمريكي أنت إسرائيلي أنت إثيوبي أنت مش كده أو إيه؟ طب يعني ما ينفعش ما ينفعش إيه يضحك علي ويتقال لي أنت ليه ونظريت المؤامرة لا إحنا ما ننساش لما نقول ما نحن مش ما نحن بس إن إحنا عرب و لا إحنا كمان شعوب تم استعمارها وتم نهبها وتم تشويه ثقافتها ولحد النهاردة ما حصلتش أن تدفع ما يستحق مش معنى أنت بتدفع لدولة زي إسرائيل علشان حصل في ألمانيا مش عارف إيه طبعا أنا عندي أجبر حقل الغام في العالم نصبه البريطانيون والألمان ومشوا لا سعدوني على أن أنا أشيله ولا مكنني من أن أعمل تنمية جوه المنطقة دي ولا قدم لي خطة ولا أدوني خرايط ولا ألولي أسفين وتقول لي بش نظريت المؤامرة إذا نبص البعض بمنطقة البساطة كشباب حلو أودا مضحك لما قول إحنا كشباب طبعا بس يعني معلش مشيها إحنا شباب بشباب لا إنتي شباب ده عمطول بجمال رفع كاته عايزة أن أعزمك على حد بس هي دي أنا أقوله آخر نقطة إحنا كنا زمان الكلام ده كبير عن الواقع بعد كده لما بحاجة بتقولي على الأرض هو الأرض حصلت فعلا الهجمة حدثت الهجمة الأخرى حدثت التقسيم يحدث ويجب وقف التقسيم وده بيتم مننا إحنا الأول من خلال الشباب وإيمانهم بشعوبهم وبلدانهم أنا مستمتعة جدا بالحديث معا